أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى في ضيافة الدكتور وسيم السيسي أهلاً بيك يا دكتور أهلاً بيك يا دكتور أشكرك أنك أنت لبيت الدعوة لكي نستكمل المسكوط عنه في التاريخ إحنا اخترنا الأسبوع اللي فات كذا مقطوع الكتاب على فكرة كتاب في منتهى الأهمية وقيم جداً دكتور وسيم السيسي كاتبه أنا أنه اللي فاتت ما كنتش أريته وما كانش معايا فأخدته من الدكتور وسيم وأريته واستمتعت بيه جداً 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 وأرجو من الدكتور وسيم أن يعملوا طبعة صغيرة كده عشان كل الناس تقرأ وهي رجبة في المترو وهي رجبة في الكتوبسات وهي رجبة في الميكرو بساط لأن ده كتاب يعني في حاجات قيمة جداً ومنتهى الرشاقة في الكتابة يعني ما تلاقيش كلمة زيادة في الكتابة يعني وحاجات مهمة جداً هنتكلم عن التبرية أنا اخترت حاجات والدكتور اختار حاجات فأنا هلتزم بالحاجات الاختارات دكتور أهلاً بيك دكتور هي يعني ابن جرير الطبري يعني أعظم تاريخ عن الإسلام هو كتبه ابن جرير الطبري وأعظم تفسير للقرآن الكريم هو ابن جرير الطبري وبالرغم من هذا مأساة هذا الرجل بتخليني أفكر إحنا برضو في مأسي كثيرة لأسباب نذكر اللي حصل لابن جرير الطبري كان في عصر ابن جرير الطبري الحنابلة والمعتزلة وكانوا مختلفين يعني الحنابلة على المقام المحمود الحنابلة يقولوا المقام المحمود هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هيبقى قاعد جنب الله في العرش بتاعه المعتزلة بيقولوا لا المقصود بالمقام المحمود أنه يبقى صاحب شفاعة وأنه له مكانة كبيرة وأنه وأنه تلاميذ الحنابلة اجتمعوا في المسجد اللي كان فيه ابن جرير الطبري زمان كنتوا عارفين المساجد يقعد فيها الأستاذ فيها عن جنب عم عمود وده جنب عمود وده جنب عمود وكانوا حوالي خمسمائة ستمية يعني أتبع الحنابلة كانوا كتير طبعا وسألوا السؤال الحنابلة أحمد بن حمد آه أحمد بن حمد قالوا له ما رأيك في المقام المحمود فرد عليهم وقال لهم سبحان الذي ليس له أنيس سبحان الذي ليس له في عرشه جليس يعني هو مش من مذهب الحنابلة خمسمائة دواية حابرت رمت عليه وهاجموا عليه كادوا أن يفتكوا بيه لو لا الجنود أنقذته وخدوه ودخلوه بيته تدوا يضربوا باب البيت بالحجارة لغاية ما الحجارة سدت باب البيت مات ابن جرير الطبري جوعا وعطشا وبعد أسبوع سمع صويت في داخل البيت فعرفوا أنه انتهى والشيء المؤسف أكتر أنه مردوش يتفنوا في مقابر المسلمين لأنه مات كافرا على مجرد رأي بارته ما تيجي تفكر في هذا العصر تجد خلافات ومذابح وإدار وكل ده عشان شيعا وسنة ودي مجرد آراء مختلفة صحيح يعني فيعني فأنا شايف أنها مرة الأيام دكتور وسيم وإحنا لا نذكر إلى الطبري ما نذكرش الجماعة دول خالص يعني جماعة اللي هم مرموه بالتوب لا ما نذكرش وخدوه علق جامده موتته وموتته لا قيمة لهم وعشان كده ده ما سكوت عن نقرى الطبري ونقرى تاريخه ونقرى تفسيره ونقرى ونقرى وما نذكرش وما ناخدش عبرة من اللي بيحصل وهو التاريخ هو لازم تسمع أنت وغيرك 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 ده مش بس التبري اه اه ابنيه تايماس سجن والحلق قطعو حتت اه 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 الشيء المؤسف يعني مثلا واحد زي فرق فضى الله يرحم يقتر اه مع أن الراجل ما قالش كلمة يعني زيادة كل ما هونالك من الأول يقول أنا أذكر تاريخ مسلمين وليس تاريخ الإسلام أنه في أعلى عليين انما دي بشر نفكر تصيب وتخطئ نفكر يتقاتل نأ نجيب محفوظ ياخد نوبل برايس برا طبعا طبعا ويدرب بسكينة في رأبته جو اسمه ايه ده هو اللي هو تفسير النص اللي هو نصر حمد وزيد اه اه ويأخد جائزة ابن رجد ويأخد 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 طب ليه كده يعني لازم نتعلم ولازم نعرف أنه فيه فرق بين كلمة طوليرانس وكلمة طوليرانس اللي هي أنك انت تتقبل الآخر فرق بينه وبين فورجيفنس اللي هي التسامح يعني غلط تقول تسامح الأديان فيه جدين بيغلط في دين إنما تقول تسامحة الأديان طوليرانس هي سماحة يعني أسخر مرة كنت في مؤتمر في إنجلترا وبعدين الدكتور اللي قاعد قصادي بعدين بيقول للويتر no beef please فأنا سألته يعني قلت له يعني ما بتاكلوش البقرة لي فابتسم كده وقال لي تفتكر طبعا رجل كبارة كبير يعني تفتكر حنا نعبد البقرة نحن نقدس الصفات الجميلة اللي في البقرة التي نرى أنها من صفات الإله المصدر الخير والعطاء ومصدر الخير والحب والآخر إنما إحنا طبعا ما فنفس الشيء بالنسبة لنا إحنا كمان يعني إحنا كنا نقدس الأطالة أنها مبعوثة العناية الإلهية حيثما قصرت يختفي الطعو عشان بتاكل القوارب نقدس الجعران ونعمل منه حلي لأنه يحمل صفة من صفات الإله وهو بارثينوجانيسس اللي هي التوالد العزري تحط الجعران يبقى اثنين وفي صلواتهم قديما يقول له أيها الواحد الأحد الذي يطوي الأبد يا مخترق الأبدية يا موجد نفسك بنفسك للجعران الجعران بيوجد نفس وبنفس بارثينوجانيسس هو بيقدس صفة من صفات الإلهة في هذا الكائن الناس يقول لك بيعبد الجعران يا عمي بيعبد الجعران الناس اللي جابت الباي 22 على سبعة 3050 قبل الميلاد وعملت المعجزات المعمرية دي كلها مش هيعبد إنما الناس مش فهمة وما بتحولش إنها تفهم كمان أو حتى تسأل يعني صحيح محتاجين استقافة كبيرة طيب أنت كنت تتكلم عن حنف عن الأحناف أو الحنفية الحنفية الغريبة الكلمة ده هي حنفة موجودة بنفس حه ونون وفا موجودة في القواميس المصرية القديم ويحط قصدها صورة تفسيرية راكع على رجليه ورافع إيديه وتحتها الخاضع للإله الواحد دي بقى أقول أسرك السنة كم يعني أربعة تلاف قبل الميلاد أدي أربعة تلاف طبعا وخمس تلاف قبل الميلاد يعني يبقوا ستة ويبقوا سبعة الأجانب بيقرؤ مكتوبة بنص ما فيهوش نقاش لا 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 حنفة ما لاش معنى تاني لا 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 والذي يشوف المصدر هيشوف الكتاب اللي عمله الدكتور نديم عبد الشافي السيار لما قرأ هذه الكلمة وطبعا الحه موجودة عندنا الأجانب يراه هنا فما يفهمش وبص لقى الصورة تفسيرية دهيا كتاب ربعمية أربعة واربعين صفحة دكتور نديم عبد الشافي السيار بعنوان المصريون القدماء أول الحنفاء كتاب كامل مجرد أنه حط إيده على الكلمة دي وابتدى بقى يدرسه بقيت الكتاب وطبعا ده الساجد في البداية ده مواحد طبعا التوحيد منذ الأسرة الأولى أنت تجد على متون الأهرام واع واعوا ننسنوا واحد أحد ليس له ثاني مصبوط ده قلناه الأسبوع المصري الأوسرة الثمنتاشر جاء يغلب مذهب على مذهب إنما لفكرين أن إخناتون جاء بالتوحيد لا يا حبيب التوحيد من الأسرة الأولى وما قبل الأسرة الأولى كمان العقاد قال الكلام ده هو بصروة عكاشة قال الكلام ده هو والدنيا كلها قالت وبروكش قال الكلام ده هو ومسبيرو قال الكلام ده هل العالم بيعترف في الكلام ده ولا هو مش طبعا أنا مرة كتبت مقالة عن التوحيد في مصر ثلاثة اربع المصادر أناس أجانب كلهم طبعا عارفين الكلام ده كويس أهل طب أنت عايز تقول لي المشاهد إيه في المسجوط عنه عايز تعرفهم المعلومة الدقيقة اللي عايز تعرفهم اللي إحنا ما نعرفهاش اللي إحنا ما نعرفهاش هو أن الناس كلها معظمها فكرة أن إحنا كنا بنعبد أوسان لا يا حبيب إحنا كنا بنعبد الواحد الأحد الإلهي الواحد الأحد ومش كده وبس ده إحنا كان في حنفة وكانت الحنفية وكان الصلاة بالوضوء وكان بيت الوضوء اسمه بردوة وأن ما تخفيش إن إحنا كنا عباد أوسان كان في إله الشمس وإله القوة وإله الشر عشان كده يقول عشان هما بيعرفوا الكتب كده إله الشر وإله النار وإله الخير لا ما فيه هو رب جاء ما تقول رب النيل ورب القلم ورب الشعر ورب دي كلها الصفات إنما الإله واحد وعشان كده يقول لك إيه الله لا يمكن معرفة اسمه ارمز له بصفاته العليا وقوه الكونية فمثلا على سبيل المثال من صفاته العظيمة الخلق الإله الخلق فيأخذ اسم بتاح اللي يباق دلوقتي فتاح ويفتح يا عليم اللي هي بتاح المصري القديم كان هو الإله الباطن الذي لا يمكن معرفة اسمه ولا يمكن أن نراه فهو آمون آمن ده الإله الباطن الذي لا يمكن أن نراه برضو في الكتب بيقولوا أن هذا الإله طلع تلت أربع آله يشريفه على الدنيا وكده ده موجود لا 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 ده التسوع اللي هو كذا كذا أيها آه طبعا إنما دي مالهجزة هو بالتوحيد بالموجود إله واحد آه هو إله واحد طبعا منذ الأسرة الأولى يعني عندك مثلا راع راع اللي هي الإله الظاهر اللي هو الشمس اللي هو قرص الشمس قوته الكونية وحتى دخلت في العقاد الأخرى يعني يقول لك أن سيد المسيح شمس البر يعني مأخوز يقول لك أنه شمس البر فيعني هي إنما الناس فهمة أن هذه الصفات إنما هي آلهة متعددة إنما هو إله واحد أنت تقرف أحد نصوص على متون الأهرام يانو كنيتر أهل إله واع واع واحد أحد خبر دس أف موجد نفسي بنفسي نن لستو سنو أف ليس مثلي أحد لا طبعا ما هو والأهرامات طبعا في الدولة القديمة يعني فيعني أنت تصور حضرتك من فرقاتك الهدف من هذا إن الناس تعرف إن أجلالنا يعني فيالا جلل وحيدين جلل وحيدين جلل وحيدين قال من أرضنا هل الإيمان والدين عيسى ومحمد صورت إذا كانت الأسماء نفسها مصرية قديمة دين كلمة مصرية حج كلمة مصرية ماعون كلمة مصرية ماعون صلاة ووضوء فردوة اللي هو بيت الوضوء كلمات مصرية الله وبعدين قرآن الكريم نفسه بيشهد بهذا تذكر في الكتاب الدريس كان صديق إن ديانات الإبراهيمية اللي تخصين إحنا ده المصدر بتاع خارجة مهازمة ما من أمة إيه لو أرسلنا لها رسوله وما من رسول إيه لو أرسلناه بلغة قومه ومن الرسل من قصصنا عليك وما لم نقصص عليك تمهو وبعدين أولئك الذين يخرونا للأذقان يسجدا ما هم دول السجدين بدأناه يعني يعني واضحة يعني عمزين إيه برهيم أكتر من كده طيب ممكن نطل على عروس النيل لأن دي معلومة مهمة جدا في الأخير أنا استغربتها لحيا يعني أنا استندهشت وانا بقرر حضرتك اللي هيكي شوف هو يفيه المؤرخين العرب زي الكندي والمالتي ودور رغم أنهم جم متين ومتين وشوية هجري هجري إلا أنهم ألفوا قصة وطبعا كان هدفهم نبيل في هذا قصتين بس هي نفس النظام واحدة منهم على مكتبة الأسكندرية وواحدة منهم عن عروس النيل إن عمر بن العاص أرسلها لخليفة عمر بن الخطاب قال له مكتبة عظيمة والآخر فأرسل له عمر بن الخطاب وقال له إذا كان ما فيها يتفق مع القرآن لا حاجة لنبيها أحرقها وإذا كان ما فيها يخالف القرآن أحرقها دي كصة مش مؤكدة خالص مكتبة الأسكندرية احترقت سنة بيتين خمسة وسبعين أو بيتين ثلاثة وسبعين ميلادي ميلادي قبل التاريخ الهجري بثلتمائة سنة يعني قبل مجيء العرب بحوالي ربعمائة سنة يعني الحكاية دي متسوسة متسوسة طبعا أوريستوس برضو رحالة يوناني جاء سنة ربعمائة وستاشر ميلادية قبل مجيء العرب بمثلين سنة بشوية وقال دخلت مكتبة الأسكندرية فوجدتها بلقان يا بابا وأرففها خالية من الكتب كانت حرقت خلاص حرقت قبل العرب بربعمائة سنة يبقى أنت حطيت عمر وعمر ليه هم حطوها ليه عمر بن العاص وعمر بن الخطاب على أساس هم فاكرين دي كتب وسانية فيبقى يحرقوها شرف كبير لعمر وعمر أن يحرقوها إنما في الواقع ما فيش نفس الكذبة بس الكذبة بتاعت عروس النيل دي اللي ابتدحها واحد مؤرخ يوناني اسمها بلوتار هي الفكرة كلها أنه كان تمثال من الجرانيت الأحمر لما ييجي الفيضان هذا تمثال لإزيس لأن الفيضان جاء من دمعيها فيلقى هذا التمثال اللي من الجرانيت الأحمر إلى الفيضان إلى النيل عشان يجيب الفيضان عشان آه لأن الفيضان جاء بدمعيها وآخر فبلوتارخ قال لي في الكذبة دي إن فيه أحد ملك اسمه جيبتوس وتاريخ الملوك كله عارفين وواحد واحد ما فيش حاجة اسمه جيبتوس مش موجود خالص ملوش وجود خالص في القوائم سواء بتاع تمانيتون ولا أسرة ولا أي حد ولا أي حد إن الإيجيبتوس ده الفيضان ما جاش فرمى بنته فما جاش الفيضان انطحر ورمى نفسه كلام الفريق ده كله من أولى كذب هذا إدوارد جيبون وإرنست رينان وألفريد باتلر وجوستاف لوبون وكذبوا أيضا بتاعة حريق الأسكندرية يعني كذبوا إن الفراع ما كانش فيه حاجة بتتميه في النيل كانش عندهم أضاحي بشارية حي أبدا أبدا لا في العصر المسيحي ولا في العصر المصر القديم ما كانش حاجة اسمه أضاحي بشارية ولا حتى أضاحي بشارية يعني أعياده مبتاعة ما كانش يدبح إنما كان القرابين والظهور والحلويات والآخر أو يرموا في النيل تمثال لوحدة ده آه ده أيام مصر القديم اللي هي إزيس على أن الفيضان جاء من دموعه بس فقصة حريق الأسكندرية وقصة عروس النيل قصة مكذوبة من بعض المؤرخين العرب على رأسهم البغدادي والمالتي والكندي جون بقى صححهم فقصة وفي رسالة متبادلة بين عمر بن العاص وعمر بن الخطاب على القصة دي وفيه بيقولوا أن عمر بن العاص جي لأهم بيعملوا كده فقالهم تبتعملوا إيه فبعت لعمر بن الخطاب فسيدنا عمر ما كتب الجواب الشعير ده وترمى في النيل قال له رمي في النيل إذا كنت تجرب أمريكا فلا تجري وإذا كنت تجرب أمريكا إجري فاضى في ليلة وحدة 16 زراعة 16 زراعة 52 سن وده لا يمكن أن يحدث يعني يعني ارتفع 8 متر مرة يعني القصة دي محمو حطوطة عشان تؤكد الإشاعة بتاعة عروس النيل بالذات واللي كاتبين ومين كلهم ناس مؤرخين يعني بعد عمره عمر بحوالي 260 سن يعني ما طبعا فقصة عروس النيل قصة مكذوبة ومفروض يعني أنا بزعل قاوي كل ما شوف لبن عبد العزيز في التمثال بتاعها في الفيلم بتاعها اللي هو عروس النيل وبتاعها وحاجات من دي لا أولادنا مش مفروض الكلام ده هو نحن يجب أن نفهمه مفروض الحاجات دي كلها تتغير آآ طبعا في كتير حاجات دي أنا الحقيقة ما كنتش عارف معلومة دي آآ أنا كنت فاكرة أنه كان بيأحصل كده في حاجة مهمة قولنا الدكتور اللي هي خاصة بالحاجة أنت عاملها النفس البشرية ولا اسمها إيه دكتور هي البناء ده بيشوف الجسم مش عارف إيه آآ دي المساحات الصامتة أيوة دي موضوع كويس جدا جدا يهم جدا يهمني جدا أنكم تعرفوا تفاصيله هو أي طالب طب بيشرف سنقوله وتانية المخ عارف أن المخ ده بينقسم لجزين مهمين ما نسميه باليو برين اللي هو المخ القديم اللي معانى من ملايين السنين آآ اللي هي فيه الغرائس كلها تجد مساحة مثلا آآ اسمها سوينجلير جايرا سلي بتاعت الأمومة آآ ريك هولمز أحد العلماء الكبار كان إما يدمر المساحة ده هنا عند الشمبانزي ترمي ولادها والقطة ترمي ولادها خلاص ما فيش أمومة الأمومة غريزة الأبوة مش غريزة إنما تكتسب كده بالمحبة والحاجات ديان آآ فيه مساحة للخوف فيه مساحة للسخ الجنس بقاء النوع الغرائس كلها موجودة في الباليو برين الزاكرة بقى والقوانين الأخلاق والدين والآخره في الفرانتاللوب اللي هما الفصيل الكبار اللي موجودين دول الفصوص الكبيرة دي فيها مساحات إحنا مش عارفين شغلها إيه بتتسمى silent areas أو المساحات الصامتة الصامتة هي صامتة اللينا إحنا إنما في يوم الأيام كان لها وظائف وفي الوقت الراهن عند بعض الناس بتشتغل بتظهر هذه الوظائف وتشتغل أسموا شغلها إلى مجموعتين مجموعة بيسموها ESP اللي هي Extra Sensory Perception أن تتلقى معلومات بقنوات غير الحواس الخمس يعني لا الرؤية ولا الذوق ولا اللمس ولا السماء أقول لهم دو حاسة ستة اللي هم أحيانا نطلق عليهم ممكن نقول عليه كده أه الـ ESP الـ Extra Sensory Perception دي منها إيه مثلا؟ telepathy اللي هي التخاطر clairvoyance اللي هو الجلاء البصري مثلا pre-cognition معرفت الشيء قبل حدوث زي الستة الأمريكية دي اللي قبل سنتين بقت تقول على كيندي سيغتال في اليوم الفلاني في المكان الفلاني كذا كذا وقبل اغتياله بساعتين راحت في ترانس فائت في إيه؟ قالت they killed him أتلو مين؟ قالت لهم the president of course قبل ساعتين وهي قبلها بساعتين بتقول ده بيسموه pre-cognition post-cognition أن يعرف الشيء بعد حدوثه من غير ما تجيله أي معلومات بالحواس الخامس فيه بقى psychometry اللي هي اديني حاجة من حاجاتك تم تديني مثلا المفاتيحة بتاعتك بساعتك كده اقول لك كل حاجة عنك دي بسموه اللي احنا بسميها القطر عندنا دي خمس حاجات خاصة ب آآ مساحات تعمل عمل television آآ شاشة بتجيلها معلومات وتقول لك عليها فيه مساحات تنية بقى تعمل عمل ما سبيرو بقى ارسال دي بسموها pk phenomena p psycho وk kinetic يعني الطاقة النفس حركية تطلع بقى طاقة قادرة على فيه منهم المتال بندرز مثلا لليا يعني أنا جالي واحد منهم من حوالي كان جبهولي جوز بنتي اسمه دكتور جور والجدعة ده كان من سنغفورة والمعلقة يحط صبع عليها كده تتكسر اتنين ايه الشوك؟ بعناية ده هاي حتى كانت أختي موجودة هلها ديني عملة معدنية فدته عملة معدنية مساكها بصبع وكده وبص وركز ساحد زي الشمع ساحد ساحد ها؟ ولازالت موجودة عندي وما ترفش ترجحها لازم بقى هاوزها مطرق أو سندان مثلا عشان ترجح ده بيسموهم متل باندرز ومعروفين في العالم كل اشهرهم يوري جلر الولد الاسرائيلي وعملوا عليه تجارب كتيرة بتاع سامة ايه ايه يعني ايه طاقة بتخرج من الجسم قادرة على معرفناش ليه ده بتجيله وده ما شو عنده هو عنده الفص بس ما دي بقى سايلانت ايريا نشطت منعاشي السبب اكتيبيش فيا اما اكتيبيشن تتلقى يا اما اكتيبيشن تعطي او تدم يعني حاسة غريبة جدا حصلت في كلورادو متحف اللي تحف بالطير وتقع تتكسر فمدير المتحف اتصل بال ضابط وكان اسمه ويليام كلم فقال له الموضوع كذا كذا قال له انا بالعن اليوم اللي اشتغلت فيه ضابط قال له ليه قال له يضطريني ان انا اتعامل مع الملاحيس اللي زيك المجالين اللي زيك بس انا مضطر راجع راح الراجل بقى متدايق وماشي وقز بتحفة طارت في الهوى قدامه وكسرت فجري على الرف يشوفه الاسهليم اعتذر له وقال له احنا انا اسف جدا احنا بنتعمل مع المجرمين اللي فوق سطح الارض اللي تحت الارض دول احنا ملناش فيه قال له اعمل ايه قال له بروفيسور برات في استاذ البراسايكولوجي اتصل بيه هم مهتم بالحاجات هذا الاستاذ جاي واقام في هذا المتحف سنة متين وحاجة وحاجة تحفة قسرت سبعين منهم هم شافوها خضعت لدراسات علمية رهيبة منها مصاري التحف واتضح انها بتخضع لقانون اسم اللي هو تضاول القس وفي الاخر اكتشفوا ان فيه ولد في المتحف حيثما يكون في بعض الاوقات تحفطير وتكسر الودا اسم خارج من كرسة عاطفية في الفلبين وبيشتغل هناك كل ما يفكر في الكرسة دايا حاجة تخرج منه الطير الدنيا دي عزلوه الدنيا هدقت في المتحف خدوه على فاراداي انستيتيوت في نيويورك يدرسوا ويشوفوا ما وصلوش الى حاجة ما وصلوش نعم لا ما وصلوش نعم من الطاقة بيخرج من الجسم عند بعض الناس ودي اللي بيسموه P.K Psychokinetic الطاقة النفس حركية الراجل الروسي بقى واحد كما هو روسي اسمه كيليريان استطاع ان يعمل افلام حساسة الافلام دي يحطها تحت الجمال اللي هما اسموهم Faith Heelers اللي هما بيعالجوا بالشفاء بالقوة الروحية فيصور قبل ما يبدأ الشغل يطلع بهالة زرقاء حوالين الاصابع في التركيز الشديد يحط الافلام المعالجة بطريقته كيليريان يطلع بهالات بيضاء حول الاصابع فقدروا يثبت لأول مرة ان هناك طاقة تخرج من الجسم البشري والجسم عند التركيز وممكن بقى ويصوروها هذا النوع من التصوير دلوقتي اصبح معروف اسمه كيليريان فوتوغرافي اي حد يقدر بقى الطاقات البيضة اللي حواليهم دي كلها ودي عرفوا ليها معنى دكتور نعم عرفوا ليها معنى هي معروف ان كل ما بتزداد الانسان شفافيته وروحانيته ممكن الناحية دي بتقوى منه احنا نستغرب ليه الطاقات اللي بتغرب مهلا بنسجل الكهرباء اللي طالع من القلب اللي هي إي سي جي اللي من المخ إي إي جي العضلات الأعصاب ما الجسم كله طاقة بدرجة النواحة زي أينشتاين وده كلامه صاح في الحتة دي المادة دي عبارة عن heavy condensation of energy تكثيف شديد للطاقة ودينا المعادلة اللي فتحت عالب الطاقة على المادة والمادة على الطاقة لما قال الطاقة تساوي كتلة في مربع سرعة الضوء يعني دي تبقى دي ودي تبقى دي وإحنا مجرد طاقة طاقة بس مكسفة على هيئة كذا 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 فطبعا وعشان كده أحد الشارع يعجبني ما يقول لك إيه دقوك منك ولا تشعر ودقوك معك طبعا ولا تبصر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطول العالم الأكبر فيك انطول العالم الأكبر فينا طبعا الحتة دي ليه علاقة بالحسد طبعا هي أطاقات بتخرج بقى ما بيقول لك العين فلقت الحجر ده مين جرسدهم بنا أديله الصح حكا لي وقال لي يعني كان واحد أسيس عندهم فدائما حاطت كده شيل على عينه قال له لي يا ابونا كده قال له أس دي العين الوحش قال له ازاي قال له تحب تشوف قال له طيب تعال أبعد كده فبعده كده بيقول كان عندنا في البيت وكان فيه قلة كده فغط عينه السليم وبص بالعين الوحشة دي ولا بقت اتنين قدام عيني قال لي من يوميا بطلت روح الكنيسة خفت يبص لي بصك كده والراجل عارف عارف ما غطيها بيطلع طاقة تكسر فلاقيت الحجر يعني إذا الإنسان اللي في الشكل ده أو اللي فيه دوت وده احنا بنشوفه في الحجر فعلا هو معزور معزور طبعا يعني مش نتيجة غله جوة نفسيته ولا حاجة مش بالضرورة مش بالضرورة بس هو تعريف الحسد أنه تمني زوال النعمة فيه إعجاب وفيه مجاملة وفيه وفيه إنما لما بنظر كده وبتاع يعني لا بس بتخش الست تروح جايبا نجف طالنا جفادي حلو تروح نزل بيحصل يعني لا موجود طبعا يعني ما فيش شك الحسد وعلاسف الوقت خلص بس أنا كنت عايزك تكلم عن الجنرال يعقوب والأخوين دي بقى مسكوت عنه تمام دي بقى يعني لو تلاحظ أن أنا كاتب قبل ما أكتب لأول مرة قبل ما بتدي أكتب في هذا الموضوع جبت المصادر والمراجع كلها بزبوط محمد شفيق غربال الجبرتي محمد صبري كل المصادر دي لاسكاريس إدمونس اللي هم الوثائق البريطانية إيه 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 فيما جيء الحملة الفرنسية كان فيه واحد يعني كان اسمه المعلم يعقوب وهو كان رجل عسكري وكان كويس جدا 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 فزي تعارف مصر لما الفرس كانوا وحشين قوي معنا فمصر رحبت بالإسكندر على أساس نخلص منه ومصر رحبت بالعرب عشان نخلص من الرومان صحيح برضو دي حاجة زيها إن يعقوب مجالة الحملة الفرنسية وكان أسوأ احتلالين المملوكي والعثماني ففكر في إن هو يخلص منهم ويعمل يعمل فرقة مصرية تتولى الحكم بعد ذلك وقد كان اتعملت فرقة مصرية قبل بلاء حسنا مع المماليك وطردهم إلى ما بعد أسوان ووصلهم للنوبة وبتاع فضل يترقى في وجود الحملة الفرنسية لغاية ما بقى جنرال الحملة الفرنسية ما عادتش ثلاث سنين ثلاث سنين وواحد وعشرين يوم وهم ما بقى خارجين بقى وبتاع كانت الشروط إن اللي هو رئيس الحملة الفرنسية كان اسمه بليار وهو واللي معاه يطلعوا على سفن بريطانية ومعاهم مجموعة كبيرة جنرال يعقوب المجموعة بتاعته من المسلمين والمسيحيين وبكل أسف جالوا مرض فيه أثناء قبل ما يموت بقى وهو على المركب في طريقهم إلى فرنسا طلب إدمونز اللي هو رئيس المركب وطلب كان اسمه أسكاريس اللي هو النائب بتاعه اللي معاه يعني وابتدعوا لهم الهدف بتاعنا إحنا كمجموعة أن إحنا نروح فرنسا ونطالب بالاستقلال وتقبى فيه وحدة مصرية ونخلص منها الاحتلال المملوكي العثمان مات قبل ما يوصل لفرنسا ومات مع المشروع ومات أول مشروع للاستقلال منذ 2500 سنة طبعا التفاصيل كتبها الجبرتي والتفاصيل كمان كتبها الدكتور محمد شفيق غربال طبعا طبعا طلحها سنة 1926 1932 طبعا بعد كده بقى حصل قصة محمد علي بقى أول فده من المسكت عنه وده يجب أن احنا برضه يعني نعترف به ونعتز به أن أول محاولة للاستقلال مصر للاستقلال حقيقة ولكن محمد علي انتو عارفين مش من هم لسه عندنا حاجات كتير يعني اسمعك في ان احنا ان شاء الله يكون عندك وقت الفترة اللي جاية ونكمل ان شاء الله شكرا لك شكرا لك كتير شكرا جزيلا شكرا جزيلا